الأكل باليد اليمنى واستعمال الملعقة مرحبا أصدقاء الصغار اليوم سنكتشف عادتين لا بد من إتباعهما حين نتناول الطعام وهما الأكل باليد اليمنى واستعمال الملعقة أثناء الأكل دعونا نتعرف مع بعضنا عليهما أولا الأكل باليد اليمنى وهي من آداب الأكل حيث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم على الأكل باليسار في قوله لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ثانيا استعمال الملعقة أثناء الأكل هناك أصناف من الطعام تحتاج إلى ملعقة أثناء الأكل مثل الحساء وعلينا اتباع الطريقة الصحيحة كي لا نخلى بأداب المائدة التي تعتبر من أساسيات أداب الأكل